سادساً أحدد عناصر الجمل التالية وأكتبها في الجدول أشرقت الشمس ناول المعلم التلميذ جائزة صنع الحداد باباً متيناً أنجز التلميذ النشيط درسه أهدت الأم ابنتها الصغيرة فستاناً جميلاً الجملة الفعل الفاعل المفعول به الأول المفعول به الثاني الإجابة الجملة الفعل الفاعل المفعول به الأول المفعول به الثاني أولاً أشرقت الشمس ثانياً ناول المعلم التلميذ جائزة ثالثاً صنع الحداد باباً متيناً رابعاً أنجز التلميذ النشيط درسه خامساً أهدت الأم ابنتها الصغيرة فستاناً جميلاً سابعاً أربط عناصر المجموعة الأولى بما يناسب من عناصر المجموعة الثانية لأكون جملاً مفيداً قصد مسعود وعائلته تصدق رامي ساعدت الأم ابنها حمل الصياد بندقيته بمبلغ من المال الشاطئ في حل المسائل الحسابية الإجابة قصد مسعود وعائلته الشاطئ تصدق رامي بمبلغ من المال ساعدت الأم ابنها في حل المسائل الحسابية حمل الصياد بندقيته أدوات الربط بين الجمل و ثم ف تربط هذه الحروف بين الجمل لتدل على تعاقب الأحداث مثال نهض أحمد من النوم ف تنظف و لبس ثيابه و أفطر ثم قصد مدرسته بهمة ونشاط أولاً أقرأ النص وأضع أدوات الربط في دائرة أقبل العامل في الصباح الباكر فتفقد الآلات وحمل البذور ثم قصد الحقم الإجابة أقبل العامل في الصباح الباكر فتفقد الآلات وحمل البذور ثم قصد الحقل ثانياً أرتب الأحداث وأربط بينها مستعملاً أدوات الربط لأكون نصاً مترابطاً ذهب إلى الطبيب شفيا بعد أيام كتب له وصفة الدواء مرض أخي ذات يوم مرضاً شديداً فحصه فحصاً دقيقاً الإجابة مرض أخي ذات يوم مرضاً شديداً فذهب إلى الطبيب فحصه فحصاً دقيقاً وكتب له وصفة الدواء فشفيا بعد أيام ثالثاً أتأمل المشهد أكمل النص باستعمال أدوات الربط المناسبة وَا فَا ثُمَّة أقبل ساعي البريد ترق الباب أعطى عمر رسالة رابعاً أعبر عن المشهد مستعملاً وَا فَا ثُمَّة وأنقله على كراس الإنتاج الكتابي ذات يوم غرس لطفي وردة صغيرة وَا سَقَاهَا بَعْدَ أَسَابِيْعَ نَمَت فَا أَوْرَقَت ثُمَّ أَزْهَرَت إسراء الجملة إليك صديقي هذه التدريبات حاول إنجازها واكتب لنا الحل لنجيبك في الإبان حظاً موفقاً كمل النص بالمفردات المناسبة وضع علامات الترقيم في البيضة الخضراء، الجميل، عليل، الخلاب، رائعاً عاد الربيع فأصبح الطقس والنسيم يرغب في النزهة خرجت العائلة للتجول في الحقول والتمتع بجمال الطبيعة أعيد كتابة النص وأثريه بالعبارات المناسبة عندما انتصف النهار تحلق أفراد العائلة حول بساط يتناولون ما طاب من الطعام والشراب ثم حمدوا الله على نعمه مزركش كثيراً ملوّن اللذيذ المنعش وهكذا ننهي درسنا اليوم فإلى موعد آخر إن شاء الله